والمصريين اللي بيأكلوا السمكة ديت وبيعملوا فيديوهات على طرق تنظيفها ويقولك أن أكلتها وما حصل ليش حاجة قولي الحمد لله أن ربنا ستارها معاكم وما متش وزارة الصحة أصدارت بيان بتحذر فيه من أكل سمكة الأراط لأنها شديدة السمية وما فيش أي مصل لعلاجها خليكم معيها في الفيديو ده علشان تعرفوا كل التفاصيل والمعلومات عن سمكة الأراط أنا كريم جاد من بوابة أخبار اليوم سمكة الأراط أو الأرنب أو الفوجو أو النفيخة في منها 120 نوع في جميع أنحاء العالم وعشر أنواع في البحر الأبعد المتوسط وأشهر أنواعها هي الدهبية والفضية ومعيون خضرة وصلت البحر الأبعد المتوسط مهاجرة من البحر الأحمر عن طريق قناة السويس عندها أربع أسنان حمية جداً اتنين فوق واتنين تحت وممكن تقطع الصفيح أكن وراء والأراط بياشاء المطاردة يعني ممكن وانت بنستاد سمكة تلاقي مقصول نصها على شكل مسلس تعرف إن الأراط اللي وكلها وممكن تنفخ نفسها ديع فين حجمها علشان تخوف أعداءها وتدافع عن نفسها والمهم بقى اللي طالعين نتكلم علشانه إن سمكة الأراط هي من أشد المخلوقات سمية بعد الدفضة الزهبي وعلشان نوضح أكتر لازم تعرف إن جسم السمكة كله سام مش بتبخ السم زي التعبين والسم اللي موجود فيها اسمه التترودوتوكسي اللي معروف عنه إنه سم عصبي والأعراض اللي بتحس بيها الضحية بتبدأ بتنميل الأطراف وتنميل الشفايف وبعدها بساعات قليلة بيحصل شلل للعضلات وبيحصل ديق تنفس والحالة بتتوفى بسبب الإختناق والحد دلوقتي مفيش أي مصل لعلاج السم ده ولولا قدر الله حالة صابت وراحة المستشفى بيتم وضع على جهاز تنفس لحد دما الجسم يقدر يطرد السم ده واليابانيين بيأكلوها بس عندهم شفات متخصصين في سمك الأرنب وبيعودوا يتدربوا على تجهيزها للأكل أكتر من سنتين وأهم حاجة بتبقى في التدريب إن هم بيعرفوا يصنفوا السمكة بطريقة علمية زي اللونها مثلا بيعرف إذا كانت شديدة السمية أو ضعيفة وإزاي يعرف يقتني أجزاء معينة من السمكة تكون آمنة على البشر وأخطر أجزاء في السمكة بتبقى شديدة السمية هي العين والجلد والكبد واكتشفوا في السبعينات إن سمكة الأرنب تسببت في حالات وفاة كتير وأصدروا قانون 1984 بيحذر ويمنع من تقديم كبد السمكة والدليل إن هم غلط إن السمكة دي ممنوع تقديمها للإمبراطور يعني هو خايف على نفسه ومش خايف على الشعب والمصريين اللي بيأكلوا السمكة ديت وبيعملوا فيديوهات على طرق تنظيفها ويقولك أنا أكلتها ومحصل ليش حاجة قولي الحمد لله إن ربنا سطرها معاكم ومموتش يعني السم مثلا موجود في عضلات السمكة هل إنت تعرف شكل العضلات علشان تشيلها؟ طب لقدر الله لو اتجرحت وإنت بتنظف السمكة مش ممكن نسمي اتنية عن طريق الدم والأدوات والسكينة اللي انت بتنظف بها السمكة مش لو استخدمتها في أي حاجة تانية هتبقى سامة ده القطط مش بتردط أكلها لإنها غنية عن المخاطرة اللي ممكن تعرض نفسها لها وقبل ما نختم هقولك معلومة حلوة عن السمك الأرنب الصغير اللي طوله حوالي 10 سنتي في موسم التزاوج السمك ده بيعمل شكل هندسي على الأرض عشان خاطر الأنسة تعدى تشوف أحلى شكل هندسي وتروح للذكرة عشان تتزود